السلام عليكم امام وصفاتكم وصفة الكفتة الكفتة ماشي الروز كفتة جيكطرية احسن من محلات بألف ألف مرة جيكطرية جيبنينة 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 ولا أرواح تقدمتها مع هذا الروز لأحباء روز يجبنا على حبها وحبتنا نزيدها بشوية طماطش تبع معي الاخر بتكتشفوا الوصفات لبنينة سكر كفتة جيكطرية جيبنينة 50 الفيوندات بصلة مسكرفجة بصلة مسكرفجة سوف نضيف الزج في الصوص ثم مسكرفجة كمية للحم سوف نحتاج معها مرسو خبز السابح نحكم انفتو مليح مرسو خبز سوف نضيف سوف نضيف الخبز باكس سوف ننفخ بخمس دقائق نحصل الزائد نحصل الزائد نحصل كمية الخبز نحصل الزائد نقوم بالتوابل بقية الأموال نفضل كمية الخبز كمية الملح. ونضيف بيضاء كاميرا ونضيف مليح الكفتة مع كامل التوابل الخبز اللي حصرناه جينا واحد الكفتة ولا أرع بعد هنا نضيف سنيوة نضيف كيس بلاكسيكي ونشكلهم سبيعات الكفتة ونضيف كيس بلاستيكي ونضيف كيملي ونضيف كمية ونضيف كيس بلاستيكي ونضيف كمية كمية ما شاء الله. نضغطيها في الثلاجة الوقت الموجد فيها الروز. بالنسبة للروز نضغر السبب. نضغطيها قليلا. هذا الروز يجي أحسن من يتباع في المطاعم. نضغطيها على الروز المفور. إضافة موضوع على مطاعم. نضغط يوصف مصيرا. لا يتفضل جميلة من ذلك. فضلك يحبط الزبدة. نضغط الزبدة. والزيت نضغط قليلا حتى تشربه مفرة كاملة. لديدان و الزبدة بعد أن تحمس له هذا كفروس يفعل هذا حبيث يبدو تحمر نضع ثوابل وضع الأقرفة هنا هنا لديه العودة على القرفة يعني لمشي كامل قطعته يعني قسمته وشليه بالماء ملاح نضع على عواد حبات تاقرفل حوالي خمس حبات تاقرفل راح يكونوا كافية توابيل نضيف ملحة فقط على رأس المغيرفة نضيف مصف مغيرفة صغيرة متع كمون نضيف ملحة كمية متع الملح نضيف ملحة الفرس نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة الماء نضيف ملحة الماء نضيف الغرفية الثانية نضيف الغرفية الثانية نسرعه قليلا نضيف الغرفية الغرفية الثانية نضيف الغرفية الغرفية نقوم بغضية ثقافة قوم بغضية الغرفية الغرفية ونضيف الزيته ونضيف الزيته نفتح على الرسل الماء كامل ونضيف الزيت تسخن ونضيف الزيته ونضيف الزيته ونضيف الزيته على الأقل 10 دقائق بعد ذلك نضيف الزيت نضيف الزيت لنضيف الزيت نضيف الزيت لنضيف الزيت ت LOVE لنضيف الشوار لنضيف المازل لا تكون قوية جدا و تضيف حتى لداخل الكثة و تكون رائحة نقوم بحضور كاميرا نقوم بحضور كاميرا رائحة جدا إذا نحمرها بعد ما طعبت كامل نحيها و نكمل نقلي الكمية اللي بقيت لك يعني هاد العملية ندروها في طيب الكروس و نحن مكونا نضيف حتى نضيف حتى تتاعي ندروها و أيها الأمر نضيف حتى تدين محل نضيف حتى تبع أليه نضيف حتى نقوم بمكونا بعد موقع مقلب نضيف حتى الزيت نضيف حتى ما طماطيش اكترز كله طبعا الروس نضي الرشاة لا تكون طليلة لا تحمر نضيف ملح لشخص نضيف حميرة خطيئة و نضيفها نضيف الطماطس و نضيفها نضيف الروس و نضيف الروس نضيف الروس و نضيف الروس نضيف طيمة والروس و نضيف الروس نضيف الروس و نضيف الروس نضيف الروس الكفتة على الرز طبق عائلي بامتياز وطرية يعني كتمسي الكفتة تحسيها جد رائعة ونزيد طماطش اللي حمرتها نزينو بها إذن نكمل كامل زين طبقتين ونشوفوه وجد معنا الكفتة تعملها اليوم ونشوفوه نشوفوه كيف حصلت ونستطيع كمه 50.000 نشوفوه الكفتة جد طريية شوفوه الداخل جي رائع لنجربوا الوصفة يعني يعتبر طبق عائلي نجربوه وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة وإلى اللقاء نشوفوه